ستيف جوبس يرحل نهائيا عن تفاحات أبل فقد أعلنت شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة أبل في ساعة متأخرة من مسائل الأربعاء عن وفاة رئيس التنفيذي السابق وأحد مؤسسيها ستيف جوبس عن عمر النهزة السادسة والخمسين عاما بعد معاناة طويلة مع مرضي السرطان جوبس نجم التفاحة المقذومة الرمز الذي تتخذ أبل شعار لها كان قد هدى العالم أجمل لابتكارات في عالمي التكنولوجيا كالهاتف ذكي آيفون واللوحة الإلكتروني آيباد وقد استقل من مصب رئيس التنفيذي لشركة تابول في الرابع العشرين من أغسطس الماضي لأسباب صحية